السؤال الرقم 13 بيقول السؤال إذا كان عنا A يساوي 1 و قدامه 4 صفار بعدين 2 بده يعني أوجد A مربع ماقص 4A يساوي قديش هلا إحنا هذا الرقم هو 1 و قدامه 4 صفار و 2 يعني 100 ألف زائد 2 إذا هذا الرقم عبارة عن 100 ألف زائد 2 المئة ألف هي 10.5 زائد 2 نجي على المطلوب هو بده A مربع ناقص 4A هتطلع A عامل مشترك بيصفى عنا A ناقص 4 هلا بعدين شو نساوي بعوض A بقيمتها يعني بيصير معي 10.5 زائد 2 ضرب 10.5 زائد 2 ماقص 4 يعني 10.5 زائد 2 ضرب 10.5 ماقص 2 هي عبارة عن مطابقة تربعية 10.5 زائد 2 ب 10.5 ماقص 2 يعني 10.5 مربع يعني 10.10 لأنه 10 قص 5 قص 2 5 ضرب 2 عشرة ناقص مربع الاتنين يلي هو 4 السؤال رقم 14 إذا كان عندنا 3 ضرب A ناقص 2 على القص مربع زائد 5 ضرب B زائد 1 على القص مربع يساوي الصفر أوجد قيمة 5B زائد 3A يساوي قديش هلا نحن عنا مقدار موجب كونه هون القص زوجي أو تربيع يعني وهون عنا الإشارة موجبة فعندي مقدار موجب زائد مقدار موجب يساوي الصفر معناته A ناقص 2 يساوي الصفر وB زائد 1 يساوي الصفر نستنتج من هون إنه A يساوي 2 ومن هون إنه B يساوي ناقص 1 بعود هلا بالمعطى هو بده 5B يعني 5 ضرب ناقص 1 زائد 3 ضرب 2 يعني ناقص 5 زائد 6 فالجواب 1 السؤال رقم 15 عندي A فاصلة B فاصلة C ينتمينا مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة عندي A على B يساوي B على C وأيضا لدينا A مربع زائد 9AC زائد 6AB يساوي 36 بده لاني أوجد قيمة A زائد 3B بساوي قديش طيب هلا من هون حسب خلاص التناسب أنا عندي A على B يساوي B على C معناته A ضرب C يساوي B مربع جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين هلا بدل كل A سي هحط B مربع فبصير معي A مربع زائد 9 ضرب AC هحط بداله ب مربع زائد 6AB يساوي 36 صار لدينا مطابقة تربيعية مربع الأول زائد ضعفية الأول بالتاني زائد مربع الثاني يعني هي A زائد 3B على القوس مربع يساوي 36 بتزروا الطرفين فبستنتج أنه A زائد 3B يساوي 6 جزء 36 طبعا الجزء موجب لأنه A فاصلة B فاصلة C ينتبه من مجموعة العداد الحقيقية الموجبة سؤال رقم 16 لدينا A زائد B يساوي 8 بالتالي 4A مربع زائد 4B مربع زائد A مربع B زائد AB مربع يساوي قديش من هون هطلع الأربعة عامل مشترك بيصفى عندي A مربع زائد B مربع ومن هون هطلع AB عامل مشترك فبيصفى عنا A زائد B طيب هلا نحن عنا A زائد B يعطيني إياها 8 فبسمعي 4 ضرب A مربع زائد B مربع بالضلعة حالة زائد 8AB هطلع هلا الأربعة عامل مشترك من كل هل الحدود عندي حدين هطلع منه الأربعة عامل مشترك فبيصفى عندي A مربع زائد B مربع زائد 2AB طبعا هاي عبارة عن مطابقة تربيعية هي A ضرب A زائد B على القوس مربع A زائد B معيها 8 فبيصير معي 4 ضرب 8 مربع يعني 64 4 ضرب 64 فالجواب 256 السؤال رقم 17 بيقول السؤال إذا كان عندي 5X ناقص 4Y يساوي 12 و 4X ناقص 5Y يساوي 6 أوجد قيمة X مربع مائص Y مربع يساوي قديش بعمل عملية جمع للمعادلتين بشكل مباشر فبيصير معي 9X ناقص 9Y يساوي 12 زائد 6 يعني 8 بقسم الطرفين على 9 18 عفوان هون 2 زائد 6 18 بقسم الطرفين على 9 فبيصير معي X ناقص Y يساوي 2 إذا انطلعت معناه هلا قيمة X ناقص Y تساوي 2 شو بعمل رد هلا رد بطرح المعادلتين إذا أول شي جمعت المعادلتين بعدين بطرح المعادلتين 5X ناقص 4X يعني X ناقص 4Y ناقص ناقص فبصير زائد 5Y يعني زائد Y يساوي 12 ناقص 6 يعني 6 هو بده X مربع ناقص Y مربع هاي عبارة عن مطابقة تربعية هي X ناقص Y بX زائد Y الـ X ناقص Y عندي اياها 2 والـ X زائد Y عندي اياها 6 فـ 2 ضرب 6 الجواب بيكون 12 سؤال رقم 18 إذا كان عندنا X فاصلة Y بينتمي لمجموعة العداد الحقيقية الموجبة وعندي X مربع ناقص XY ناقص 6Y مربع يساوي 0 بالتالي X مربع زائد Y مربع على X ضرب Y يساوي قديش هاي عبارة عن بدي أعمل لها تحليل مباشر هون بقول X بX و هون بقول ماقص 3Y زائد 2Y فتثبت معنا فبصير معي X ماقص 3Y بX زائد 2Y يساوي الصفر إذا هي مطابقة تربعية عفوا تحليل مباشر هون بقول X و هون بقول الـ 6 هي 3Y ضرب 2Y بس كون هاي الإشارة سالب واحد منهم سالب والتاني موجب كون هاي سالب فالأكبر هو السالب وهذا الموجب فبيطلع معنا إذا X ناقص 3Y بX زائد 2Y يساوي الصفر معناها إما X يساوي 3Y أو X يساوي 1-2Y طبعا هذا الحكي مرفوض ليش؟ لأنه إذا كان الـ Y موجب وهون عنا إشارة سالب فبصير الـ X سالب وهو عمل لي أنه X و Y موجبين فبالتالي هذا مرفوض صار عندي X يساوي 3Y بالتالي بعود الآن ضمن المطلوب المطلوب هو X مربع زائد Y مربع على X ضرب Y بدل X هحط 3Y على القوس مربع زائد Y مربع على بدل X هحط 3Y ضرب Y فبصير معي 9Y مربع زائد Y مربع على 3Y مربع يعني 10Y مربع 3Y مربع بتروح الـ Y مربع مع الـ Y مربع بصفى عنا 10 على 3 ترجمة نانسي قنقر